نحن القناة الأولى التي تدخل إلى عمق المخيم الآن داخل مخيم جنين حجم الدمار لا يوصف بكل معنى الكلمة بيوت حولت إلى ثكنات عسكرية دمار واسع عن نطاق كل شيء تدمر هنا في هذا المخيم يكاد يكون إنجاز التعبير لا يصلح للسكن إذا ما استمر الحال على ما هو عليه نظراً لتدمير أعمدة عدد من المنازل تدمير جدران للمنازل تدمير كل الطرق عادت إسرائيل وجيشها فعلياً الحياة هنا إلى حياة بدائية لا يوجد كهرباء لا يوجد ماء لا يوجد شبكات اتصال كل شيء تدمر هنا أحد الفلسطينيين أيضاً الذين أخذ الجيش الاحتلال الإسرائيلي منزله وحوله إلى ثكنات عسكرية والربما مركز تحقيق تعرفنا حالك؟ اسمي فريد بواقني نجري الشهيد الأستاذ جواد بواقني فريد شو اللي صار عندكم اليوم؟ اللي صار عندنا مش من اليوم إحنا من ثمانة يام خلينا نقول لأنه اليوم هضا يعني إحنا عندنا لازم يكون مناسبة إنه خرج الجيش من المخيم طبعاً من ثمانة يام دخل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل عندنا فأمر بأهلي بإخلاء المنزل يعني بديعملوا سكنة عسكرية يعني للجيش الإسرائيلي فصار مركز تحقيق يجيبوا عليه شباب المخيم الأطفال يحققوا معاهم داخل المنزل هنا ويأخذوهم من المنزل لمعبر الجنمي الاعتقال في عماطقالين صحيح وهي دوام الجنود اللي كانوا يوقفوا على الباب والفرق الشفتات من الساعة لساعة قديش هذه دوام الورديات إذن التي كان يكتبها الجيش الإسرائيلي لورديات الجيش وأوقات عملهم كما هو مكتوب يعني هذا ما كتبه جيش الاحتلال على هذه الورقة أو ربما القطع من صندوق بكل الأحوال لازمنا نتحدث عن واقع صعب سننتقل وإياكم فعلياً محمد بالكاميرا إلى رصد الدمار هذا أيضاً أحد المنازل الذي يعني تحاول تواقم الإطفاء في هذه اللحظات إطفاء المنزل الذي اشتعلت به النيران كل المنازل نلحظ حجم أطلاق الرصاص صوب المنازل بصورة عشوائية الجدران تم يعني فيها فتحات من الرصاص والقذائف قذائف الإنرجية التي كانت تطلق بكل الأحوال الأسطح هنا كانت تعلوها قرناصة حسب شهادات سكان المخيم مخيم جنين يكاد يكون منطقة منكوبة بكل معنى الكلمة خاصة محمد بأن المخيم يعيش أوضاع صعبة منذ عدة أيام نتحدث عن عائلات أجلية عائلات نازحت ونحن في طريقنا الآن عندما عرفوا بأن الجيش انسحب من وسط المخيم إلا أن الفلسطينيون هنا يعني يحاولون العودة بكل طريقة مشيا على الأقدام لأننا أيضا قطعنا سيرا على الأقدام لمسافة طويلة حتى استطعنا الوصول هذا طبعا حجم الدمار الذي نلحظه وإياكم الشوارع دمرت أيضا منازل أحرقت هذا صوت انفجار الآن نستمع إلى صوت انفجار في داخل مخيم جنين حارة الدمج حيث وقعت كل المواجهات والاشتباكات العنيفة داخلها بكل معنى الكلمة شطبت أو يعني غيرت أو ربما نصفت كل معالم حارة الدمج داخل المخيم لا يوجد بيت إلا وتم مسحه وتم يعني الدخول إليه كما نلحظ في هذا المنزل منازل المخيم فعليا حتى يعرف المشاهد المخيمات الفلسطينية هي مناطق أوجدها الفلسطينيون بعدما لجأوا منذ عام 1948 أي ما بعد النكبة بنوا بيوتهم بطريقة ملاسقة حتى يتم حتى يسعهم فعليا أن يسع العائلات التي هجرت من أراضيها عام 48 هذه الصور التي نلحظها نلحظها أمامكم لحجم الدمار واجهات محال تجارية دمرت واجهات منازل أيضا دمرت لا يوجد منزل إلا وتم الدخول إليه وأيضا تحطيم محتوياته نتحدث هنا مع أحد الأشخاص هنا نسألك شو صار عندكم في ثمان أيام كان الجيش موجود هون أنت شاب كنت موجود في جوة المخيم شو عملوا الجيش؟ بلاش فاتوا على المخيم حاصروا المخيم من جميع الاتجاهات ومنعوا السكان من الخروج والدخول وقطعوا الكهرباء والماء على جميع أهالي المخيم كيف كان وضع عيلتك أنت وعيلتك وأولادك شو كنت تسوي كان عندكم أكل كان عندكم شرب كان الحمد لله كان مجهزين وكنا نقتصر شوي في الأكل كنا نقتصر شوي في الأكل على الأساس أن الاقتحام فترة طويلة بش قصيرة والحمد لله عشنا كيف كان وضع الأطفال أولادك بجوة البيت البنات الصغار كان في خوف كان في خوف من طرف الأطفال بس كنا نداريهم نلاعبهم يعني نبعد عنهم الخوف آه على أساس أنه ما دخل عندي في داخل البيوت ما اقتحمها الجيش بس في بيوت كثير اقتحموها وحاصروا أهليها بكلب غرفة كان في ضرب بخصف وإنرجا آه آه من أول يوم فاتوا فيه على المخيم بلشوا بالنيقف وإنرجا وصواريخ وضرون وعجبوا الحمد لله رب العالمين على كل شي صامديا وعلمنا عليهم الحمد لله كتل جنود في كمين بحارة الدمج مطلعناش ببلاش والحمد لله شوضحها دمار بحارة الدمج فيش كليات ولا بنية احتية ولا خلوا كهرب ولا مي ولا اتصالات ولا شي كنتم ممنوع توقفوا على النوافر ممنوع لا ممنوع شو كل الحارة كل ياته فيها جيش جميع حرات المخيم كل ياته انتين جيش بقوا عملين هين سكنة عسكرية شو أكتري شي اسمعتوا اسمعت حدا بحكي عن ضربو نكلوا فيه بعجب شو أياته واحد بكي يلكوا بالضار يضربو بقوا عملين سكنة عسكرية عن ضار الشهيد استاذ جواد ومش بس عندي يعني كل حرات المخيم بقى تقريبا سكنة عسكرية كل الدور تقريبا وكل الدور فاتوا عليهم وطب شو والشوارع والطهربة والعمدان نزلوهم ما خلوش وليش والحمد لله رب العالمين على كل شي صامدين يعني لو شو ما يعملوا شكرا لك إذن محمد ربما سننتقل لكم في سياق النشرات القادمة حتى نصل حارة الدمج هي بعيدة من هنا ولكن سنصل لرصد ملامح ما حصل في حارة الدمج والكمين الذي وقع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عندما حاول الدخول إلى حارة الدمج وقتل جندي وأصيب عدد آخر إليك محمد شكرا جزيلا لزميلة دي أحوشي مرسل الغد من جنين شكرا جزيلا لك دي ترجمة نانسي قنقر